السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل شابتر 7 7.2.4 والنهاردة هتكلم على switch case statement لو تفتكر احنا في الفيديو اللي قبل كده شرحنا قعدة F و حالتها وانا اذا اتحقق الشرط انفذ هذا البرنامج اذا اما اتحقق الشرط انفذ هذا البرنامج قعدة switch هي ملهاش ضعب لهذا الكلام او دايما ستتحقق الشرط ازاي 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 يعني اتحط TOOL switch اه اديك مثال شركة اتصالات او شركة موبينيل او شركة لما انت تصل بهم خدمة العملاء بيقولك للغة العربية ضغط واحد للغة الانجليزية ضغط اثنين لما انت كتبت ثلاثة لما انت متحقق الشرط فاننفذ حاجة لما انت متحطت واحد بيحولك لحاجة لما انت متحطت اثنين بيحولك للغة الانجليزية فهذه هي فكرة سويتش بالزبط يعني أقول لك Enter Case في كلمة سويتش هتقول مثلا واحد هتقول لك Case Value 1 هينفذ في الكماند طيب لو اضعت اثنين هينفذ Case 2 ثلاثة Case 3 وكذا طيب لو اضعت شيء موجود يعني ليس أساسي في البناء مثل لغة عربية اضغط واحد لغة انجليزية اضغط اثنين تحت ثلاثة يجب ان يدخل البرنامج يجب ان يكون هناك طريقة تسهل على الأمر يستخدم كلمة otherwise يعني لو واحد اثنين صح اخر من البرنامج Otherwise إذا قيلا اضعت وحدث ثلاثة حتى أنت دخلت مما بتاستخدم مثلهم وليس صح وهو القيمة المطلوبة من الخارج يقول لك Otherwise يكمل الآخر اضمنة البيانات فقد أقولك مثلا مثلا كلا يخ energetic نضعه 1 ويضع bridge case 1 وينفذ statements لديك Case 2 ينفذ assessment 2 وايضا وكذا وكذا وهذا فكرة قعده switch أقول كلا يقول input a number بين 1 و7 ثقال ge change أي نوع من المتغير الذين وهناك سوى لذلك لذا المستخدم لحطة واحد responding Harry's Case 1 ويأراجله على الشاشة يوم السابتant لذا فائدت 2 وبدأت اليوم فإذا وجدت الرقم ليس موجود Other wise يستطيعه فقوات الأولى ويقفل البرنامج إن شاء الله المرة الجاية سنشرح بلونين وبالت 배تبع آخر المنطقة في شابته 7 السلام عليكم أكثر لابركتو